الدولة أخذت الأمور وكل الظروف مواتية خاصة من مخازن المنتوجات الأساسية من منتوج القمح أو منتوج الحليب أو منتوجات لعندها طلب واسع كمنتوجات البطاطا أو حتى منتوجات خضروات أخرى يكفي أنه في هذه الأيام حتى نهاية شهر ميل منذ بداية شهر رمضان حتى نهاية شهر رمضان المنتوج الخضر والفواكه منتوج وفير ما شاء الله أكثر من 18 مليون قنطاع ما بين خضر والفواكه تنتج في هذه الأيام حتى رمضان شهر رمضان هذا يعني يكون فيه جنة كمية كبيرة لتفوت طلب عادي في شهر عادي وهذا يجعلنا مرتاحين